اهلان وسهلان السباح الخير لكم مرحبا بكم في القناة اليالين تمنى انكم تكونوا باخر وعلى خير وفي احسن الاحوال جيتكم فيديو جديد مختلف نوعا ما لانه ماشي روتيني الصباحي انا وانما روتين الصباح ذيال الزوج ديالي اتقولوا كيفاش روتين الصباح ذيالك شما ندخلة عند الزوج ديالك في هذا الفيديو بما انه بزا في الاخوات طلبوا مني انني نشارك معهم الروتين ذيال الزوج ديالي كيفش كيعتني بنفسه وكيفش كي نضيف حالته يوميا بلا ميمل وكيفش دائما محافظة على النظافة دياله الحمد لله يا ربي بزاف بزاف دي النساء كيعاني من هاد المشكل مع الأزواج ديالهم فكيف ما المرة كينا السيدة اللي كتكون نظيفة وكينا السيدة اللي كتكون هاملة رأسها ما كتعتنيش بنفسها وكتخلي رأسها كتخرج منها حاشكم ديك نسمد العرق كيف ما الراجل كدالي كينا الراجل اللي كيكون نضيف وكيكون الراجل اللي ما مهتمش بنفسه ولكن صراحة بزاف ديال النساء كيتشكو من هاد الموضوع المهم أنا بعدها كنهضر مع النساء اللي عندي في القناة ديالي عدة نساء كيتشكو من هاد الموضوع ديالهم ضادفة ما عليناش مباشرة ملي كيف يقز زوج ديالي من عاس كيدوز أعزكم الله للحمام بطبيعة الحال باش كيتوضايق الوضوع ديال الصالات او كيغسل يدو كيحكسنان ويعني هاد شي راح نعارفينه كامل فقبل ما نكمل هادرا اللي انت غايسي والبنات اللي طلبوا مني هاد الفيديو مرحبا بكم تفرجو أما اللي مهتم ماش ودخل غيباش تنتاقد فيمكنك تخرجي أختي الغالية ما غادي نفعك الفيديو فوالو فما كين لاش تضيعي الوقت ديالك معايا اعطى الله الفيديوهات في اليوتيوب ما شاء الله كين بزاف ما يتشاف ومزاف ما يتسمع إلا ما عجبتكش الفيديو تفضليت الخرجي المهم كيف ما قلت لكم هادي واحدة رسالة كنا نقدمها لأزواج كين ما قلت لكم كين الزوجات اللي مهتمين بنفسهم وكين الزوجات اللي هاملين راسهم كذلك كين الأزواج اللي مهتمين بنفسهم وكين الأزواج الرجال اللي هاملين راسهم فالأغلبية الأغلبية النسبة مرتفعة شويش مقارنة مع النساء الرجال كيكونوا هاملين شويش راتهم مش يكون شيء وإنما واحد النسبة ديالنساء كتكون مهتمة براسها كتر من الرجال المهم هذا واحد الروتين اللي شاركته معاكم ديالصابح وكيف ما دائما كنقول لكم هو أن الزوج أو للزوجة يعني أي شخص على وجه الأرض كان كيتوضى وكيصلي خمسة المرات في اليوم أكيد ما غديش تلقوا مع هالمشكل ديالنظافه لأن المؤمنة والمسلم اللي كيصلي وكيتوضى مستحيل يخلي النفس دياله أو لدات دياله ممصخة لأنها كيعرف باللي خصو يكون دائما نظيف ودائما فيه واحدة رائحة زكية وخصوصا المؤمنة اللي كيكون كيصلي شو ما قاع شو ما تكون فيه واحد النسمة خيبة ولا ما يتهتمش بنفسه أكيد النساء بزاف اللي سيفطول يا رسائلهم كيعانيوا مع الأزواج ديالهم المشكلة للأزواج ديالهم شنا هو هو أنهم كيجيوا من الخدمة كيجيوا بحشكم بالنسمة ديال العرقة هذه واحد مسألة عادية إحنا باشار إحنا ماشي معلك أكيد إلا ما نضفناش حالتنا غتخرج منها واحدة الريحة اللي كاريها جدا فمعلنا إلا منضفو حالتنا سوى رجل سوى مرة ما هي غيش ويش ديال الماء غيم قراج ديال الماء تسخن فوق البوط إلا ما عندكش سخن ددو تشا صوي بينا ما عندكش بش تشري بندوش صابونا ديال تلاسدرها معي بضلاك تتبع في أسيمة وفي بقال صابونا ديال الحجرة صابونا ديال الطبس كتنضف بها حالتك خصوصا الرجال خصوصا الرجال اللي كيخدموا يعني مساكن الله يحسن العود نهار كامل كيجري وعلى تربط الخبز من هادين 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 لمرأة الواجب عليها أنها تهتم بزوجها داخل البيت وتنضف حالتها وتنضف البيت والزوج الواجب دياله أنه يقوم بالأشغال دياله على براء ولكم اللي يجي ضروري الله يخليكم الرجال الله يخليكم النظافة النظافة وحشو ما قاعد ذيك الزوج يمشين على تحدة ذيك الزوجة وفيه رائحة كاريها كيما قلت لكم قبيلة كيف ما الواجب على أن الزوج يخرج ويجيب ويطر يفضل الخبز لوليداته وهاتشي واجب عليه كيف ما الواجب على السيدة أو للزوجة اللي في البيت أنها تنضم بيتها وتنضفه وتنضف حالتها ووليداتها بطبيعة الحال ما تخليش لديك الزوج الفرصة فين يهضر معك ويقول لك انتينا مصها حيث حقا كيف ما قلت لكم كان بعض النساء اللي حالتهم حالة وكان نساء اللي ما شاء الله مجرد ما تشوف فيها وتشوف طيابها تتمنى وتعشق أنك تقلس معها فدائما ما تخليوش الزوج فين يهضر وأصلا الزوجي لك كان كنتي كتهتمي به كانت نطفيل وحبيجاته غير كيخرج نزل صنقة كيتلاقى مع أصحابه كيقولوا ما شاء الله وعلى مرة عنده يجبدوها في الغيب دياله كشوف كيفاش منقيش وحبيجاته كيفاش منضميش وقميجة دياله مشاف حالي كانت تفوص المخدة ولكن إلا جبرهم مصخ وحالة وحالة وديك الحبيج كيتتسبنوه ما كيتسبنوش مزيانتا كتبقى فيهم ديك التطابع صفر لتحت اليد والريحة خيبة يقولوا الله ينعلك المرأة اللي مجووج بها اللي مخليها مصخ كدائما الرجل إلا طلع طلع من المرة وإلا هبط هبط من المرة الرجل إلا كان نقينقي من المرة وإلا كان مصخ مصخ من المرة قال لك المرأة الحلاحة غنبط المرأة صحارة تيقوله ما تيقوش منهار عقلت على راسي أنا بعده وأعوذ بالله من قولة أنا الحويج لي كي لبس راجلي في الخدمة اليوم ما كي عاوده مش غضة الرجل اللي بعده يلا مشى بالحويج اليوم وغضة اليوم وغضة ما يتسوقش ولكن المرة هي لي كتراقب الرجل إلا دخلنا الدار وحيدات وديك الحويج مصخن وجبدات وحويج نقينا رجعتهم في ديك السك غاد يعجبوا الحال ولكن إلا خليته هو غايبقى هيدك وغايبقى يخناز اليوم على غضة كذلك هنا تقاشر هادو مشي كمني كي لبسهم كانوا في المجر هديك الخشب معا تلقوا ديك نسمة ديال الخشب راكم عارفين المجورة حاولت أنا لنعاود لهم في التسبين ما خاص روال ولا بغض وراك تضر حويش كي يضروا غيهية دائما تقاشر ديالو أعزكم والله كننضمهم له ديال الخدمة بوحدهم ديال الخروج بوحدهم وديال الدار بوحدهم باش كي بقوا دائما نقيا وحتى هنا تقطعوا هادوك الخدمة كنعاودوهم بوحدة آخرين ماشي ديال الدار في الخدمة كذلك الرجال اللي كيعانون من رائحة الكاريهة ديال الرجلين أكيد أي رجل كلب السبط ويبقى يجري من هنا يجري من هنا الله يحصل لعاون نعضروه فكين ديك الرشاشات اللي كيحيدوا الرائحة الكاريهة وكين حتى البودرة هادي ديال جونسون ديال وليدات صغار تهي مزيونا للرائحة ديال الرجلين أعزكم الله الرجال اللي عندهم مشكل ديال الرجلين بكيعملوا الرحة حاشا كوما بعدها الزوجات يتلفوا بهذا الموضوع يشربوا بودرة ديال اللي بيبي صغارين ويبقى ويرشوها لون في سبيب تات الخدمة يوميا يوميا باش كتزول ديك الرحة عيت من بحث على المشكل اللي كيعانون منه السيدات في أزواجهم وشنو هي الحاجة اللي كتكون فيهم ماشي نظيفة وكيعانون منها لقيت رائحة العارق الكاريهة وأكيد بزاف ديال الرجال كتكون فيهم ديك الريحة اللي لا حول ولا قوتها إلا بالله العلي العظيم أنا عارفة هذا الفيديو كامل غاديدوز لكم غيلوف غيلوف ولكن غيصبروا معايا هذا هو الموضوع هذا اليوم هذا ديال دوغون ضروري إلا معمتيش ديال دوغون غتخرج ديال الرائحة ولا بودة ديال دوغون أي راجل إلا كان شي راجل كيشوف هذا الفيديو الله يخليك ما تخليش ديك السيدة ولا ديك الزوجة طلع عليها قلبها اهتم براسك الله يخليك أكيد أنا ما كان هدلش على كل شي وعارفة ما شاء الله هناك عدة رجال اللي النظافة ديالهم كتفوت نظافة المرأة ولكن نحن غير كنعطيكم مثال وصفية على بعض الرجال هنا كيفما شفتو كين هاد أكسل الرائحة ديالها كتحمق شاركتها معاكم ودائما كعملوا فيها بروموسيو في مرجع وده باجات المرحلة أنا نشارك معاكم الروتين دوش ديال الزوج ديالي بطبيعة الحال بعد عنائن طويل بسو السينك شفا وافق أنا نشارك معاكم هاد الروتين ولكن في الأخر وافق ما يقدرش يخسر لي خاطري وأنا كذلك يمكن ليش يخسر لكم خاطركم بنسبة الزوج ديالي ما شي من النوع اللي كيربي اللحيا يعني نوع مال مو كيحسن الوجه دياله فمنهار عقل صعلي هو هيدا وبحكم الدومين دياله في الخدمة ما يمكنه شيربي اللحيا عندنا هاد شفرة الحلاقة اللي كيستعمل هما هادو مزيوني بزاف فيهم أربع شفارات يعني أربعات ديالكوشيات في كل شفرة فبالنسبة لهادو مزيوني بزاف أولا ما كيخليوش دياله الحبيبات صغار يخرجو لتحت الجلد أو لتحت الزغبة كذلك ما كيخليوش دياله خاص كحل في الوجه حيط قد مكنت جيلة ماركة مزيونة وتمليلها مرتفع شويش كتخلي الوجه مرتفع وما كتخليش ديك الحبيبات رقاق في نفس الوقت ما كتخليش لاتراس ديال الحسانة في الكحولية في اللون كحل في الوجه كذلك بالنسبة لرغوة الحلاقة اللي كيستعمل كيستعمل هادو لاما كهدي ديال جيلة مزيونة بزاف حتى ديك الكريمة اللي كيستعمل للرجال في الوجه ديال لوم كتكون رخيطة كتبع عند باقل كتكحل الوجه وكتخليها في واحد اللون غامق وصراحة ما كتخليش الوجه مزيون فهدي مزيونة صراحة وكتدوز بمدة طويلة يعني تمديلها مناسب وفي نفس الوقت مزيونة كيف ما شفتوها هادي هي جيلة طولة مكينة الحسانة اللي كيستعمل مزيونة بزاف بزاف كتخلي الوجه بيض ارتب سانك سانك موينة كنشارك معاكم و كنرد بباش نغنقول حيث غيبلك شايف خلاني نصورات شي بنيسبة هاد الشامبو اللي كيستعمل كيستعمل كليير للرجال برائحة النعناع هاد مزيونة كخلي ريحة في نيو نفس شعر في الشعر ديال الرجل وفي نفس الوقت كيرطبو بالنيسبة للزوجه كيستعمل كليير وكيستعمل هاد النعناع تهو مزيونة كحي القشرة كيرطب الشعر وكخليه رائحة رائعة جدا الزوج اللي اهتم بنفسه وانطف حالته كتبغيه المرأة والمرأة إلا تفات حالتها وثلاث فراتها كيبغيها الراجل ثلاث الهاضرة الراجل إلا كان شي راجل كيسمع هذا الفيديو اللي يخليك اعتني بنفسك باش هذي المرأة بغيك أو لكن بعض الرجال كيبغي المرأة تكون نقية ولكن هو خانز يعني راه لا يسترى شي رجال تقول عليهم مغيلا حوله ولا قوتين بالله وحس بي الله هو أن يعمل واك هنا بعض الأشياء وهنا كيف ما كتشوفوه ضروري العناية بالفم رائحة الفم الكريهة من بين أكتر الأشياء اللي تخلي المرأة تنفرم الراجل ولا الراجل ينفرم الأسمان الشي تضربك الفيقة مع الفجر ونتينة ناسا ولا تضربك الفيقة مع الثلاثة ونتينة ولا انتا موين تضرب مع المرأة والراجل ودخل حاشك للطوالد ضرب حكي كالسمان لأن الفم من بين أكتر الأشياء اللي كتحشم الواحد هنا كيف ما كتشوفو الحجيرة دي الرجلين راكم عارف الرجلين دي الرجال أعزاكم الله كيتشقوه مع تمارا مع المشي الزوج دي الرجلين كيتستعمل هاد الحجرة هادي لتأني صراحة كنتستعمل وحدة في حالها مزيوني كيحكو رجيلات كيحيلو دي القشرة وكيتستعمل معها هاديك القوماج اللي أنا كنتستعملو ديال بالنسبة لهاد الكريمة أو لهاد الماسك ديال دي بودي شوب ملهمة ليا أنا كنتستعملو حتى الزوج مهم هادا مزيون بزاف بزاف كنصحكم بالنسبة الرجال انكم تستعملو من بعد الدوش كتجيل المرحلة الاخيرة وهي الحويجات الحويجات لبنات نعطيكم تجربتي الخاصة وخاء أنا ما كنتصب لهم شي بيدي عندي ما كنتصابون ولكن ما كنتصابون مشي دائما كتخرج لنا الحويج كيف ما احنا بغيناهم بعد المرات كيتكون شي بوقعة لذا كنتصابون كنعود لها بيدي الحويجات إلا بنت لكم فيهم شي طبعة عود بيدي كنصابون بيدي الحويجات ضروري يخصون يكون نقيا ومنظمين واحد المسألة وهي الحويج دائما مش يوم بزنق كين بعض الرجال يجي بالحويج بزنق يبق فيهم في الدار أنا بعد دائما تدرب وحدها وزنق وحدها مجرد ما يدخل من الخدمة لبنت حاشكم تصب وقت قاشر وقت صب من قاشر أعزكم الله كيدخل وقت وقت مهم ضروري الدوش مور الخدمة بيدي الحويج الخدمة لا يدخل لهم بيت نعاس ولا ينعس يدخل فصل المريو يدخل على برا أو دخل بيت نعاس بيجاما لبسيها نهار كامل لا يمكن أن ترجع على المريو حيث الريحة فيها وخمس فيها رحة العرق رحة في البيجاما ملبوسة هي رحة البيجاما التي تكون مخشية في المريو نائما حويج يتلبسون لا ترجعون المريو نهائيا مهم ما علش سوف يجب هذا درامبولوز ولكن هات شي لي مشى عليها والحمد بيجاما من خرج من الدوش تشاندا عفوا بيجاما ولا تشاندا ولا سرول وكتما مهم اللي كان اللي كان أنا يجب تشاندا لغا ينبس في الدار ديال الدار بطبيعة الحل ما شهية ديال الصنقة عنده هنا صفيتمات قشرات دياله كل شي على ما يرام الحويج ديال الدار هو ما هادو الحويج الصنقة بوحديتهم الحويج الخدمة ره بوحديتهم ضروري هادو كيتصبنو كيتطوا وكيتحطو في الماريوم كيبغيو كان عملو ملو في الصق ديال الخدمة دياله تمنى تكونوا فهمتوني صفيتمات هي من الدماء من الدفاء كيف ما شفتو فوطة وجتها له ديضغون الكريمة ديال الرجيلة أعزكم الله وأكيد دائما كيبقى ختم وهارميتك من بعد مسألة الدوش دياله مش غيمشي برزلية في حل العروس ديريكت الكوزينة المهمة البنات اليوم الزوج دي كان خرج تسخار من أسيمة وهنا جاك يقطع ليدك شي وكينضم معي في كوزينة ضروري من تعاون ضروري من نظفة ضروري من تعاون ضروري من الحب والوفاء والاحترام بالأزواج هدي أهم حاجة مهم هذا وروتين دياليوم نتمنى أنا يكون الإعجابكم إلى بقى نخص شي حاجة تعرفوها خليوا لي في تعليق ونخليواها لي في الإنستغرام ديالي نخلي لكم في التعليق المتبت ونخلي لكم في صندوق الوصف كان حمق عليكم السلام عليكم يا أغلى وأحلى متتبعات ما تنسوا نشلي لايك